الفيروسات الفيروسات هي أدق الكائنات على سطح الكرة الأرضية حيث لا يمكن مشاهدتها إلى من خلال المجهر الإلكتروني وقد صنفها العلماء على أنها الكائنات التي توجد على حافة الحياة أي بين الكائنات الحية والجوامد وذلك لأنها لا تظهر أي نشاط حيوي إلا عند وجودها داخل الخلية الحية وتتميز الفيروسات بخصائص أخرى منها قدرتها على الانتشار انتقائية فكل نوع من الفيروسات متخصص بخلايا معينة تموت عند درجات الحرارة المرتفعة في حال تواجدها خارج الكائنات الحية فإنها تتبلور ولا تتأثر بظروف البيئية بإمكانها التبلور والتحور بحيث تنتج سلالات جديدة لا يمكن للأجسام المضادة داخل الجسم التعرف عليها والآن هل تعلم كيف يدخل الفيروس إلى الخلية مصيباً الكائنات الحية؟ دعنا نتعرف أولاً على التركيب الكيميائي للفيروسات يتكون الفيروس من جزئين رئيسيين وهما الحمض النووي والذي يحمل التعليمات الوراثية DNA أو RNA كما في فيروس الأنفلوانزة والجزء الثاني هو الغلاف البروتيني وبالنسبة لكيفية انتقال الفيروس وحدوث العدوى فنأخذ مثالاً بفيروس الأنفلوانزة حيث ينتقل الفيروس من خلال الهواء عند سعال أو عص الشخص المصاب ليصل إلى شخص آخر عبر الأنف وبمجرد دخوله إلى جسم المضيف على الفيروسات أن تخترق الخلايا ويتم هذا بفضل المستقبلات التي توجد على سطح الخلايا والتي تسمح للفيروسات بالتواغل في الخلية بعد ذلك يختطف الفيروس آلية عمل الخلية لتخدمه هو إذ تنتج الخلية وهي تحت تأثير الفيروس إنزيمات تسمح بإطلاق مقاطع من حمض RNA تدخل نواة الخلية لتتكاثر قبل أن تغادرها كما تسمح إنزيمات خلوية أخرى بتصنيع بروتينات تشكل غلافاً واقياً للفيروسات الجديدة وبهذا يكون قد تكون العنصران الأساسيان للفيروس بعد ذلك تهاجر الفيروسات التي أعيد تشكيلها إلى السطح ويتم تحرير الفيروسات مكونة خلايا مصابة جديدة يمكنها إنتاج المئات من الفيروسات التي تواصل عملية انتقال العدوى ترجمة نانسي قنقر